الرحمن الرحيم Action Bag 6 6th grade الصف السادس Pupils Book The Colorful One الكتاب الملوان Unit 12 10 to page 60 Please my little sons and daughters be interested and helpful enough to share me اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل The title العنوان Let's do an experiment هيا نعمل تجربة أو هيا نقوم بتجربة Let's plus infinitive زائد الفعل حالي أولى مجرد It indicates Suggestions تشير إلى اقتراحات أو making Suggestions عمل اقتراحات Or if I want to suggest someone to do something لما تقترع شخص مع قيام بشيء مع An experiment or an experience التجربة أو try المحاولة We have listen استمع and read استمع وقرأ Imperative form سرقة الأمر أي فعل حالي أولو مجرده We can do it نقدر إننا نعملو بالimperative form Listen يستمع Listen استمع Read يقرأ 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 Before listening and reading We'll study the explanation from our copybook Then we'll come back to our pupils book So do your best to stay with me Yes Let's plus infinitive Let's do an experiment مع أنتا نقوم بتجربة Let's say Short form سيغة المختصرة يعني Let us Plus infinitive زائد الفعل حالي أولو مجرده Let 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 يسمع أو يدع أو يترك دو يعمل ديد كلها repeated ideas أفقار مقرأ Listen يسمع Listen Listen I have no problem to repeat more and more Put يدع Put Put Sink يعوز Sank Sank Float يدفو Floated Floated Make يسمع Made Made Happen يحصل Happened Happened Take a place يحصل أو يحدث Took a place Taken place كلها تقال مرمانة بالكس بس ندرس نرجع للكتاب God willing إن شاء الله تعالى Find يجد Found Found Find Without Discover يكتشف بسير Found out Found out يعني Discovered 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 يكتشف Yes Love يحب Loved Loved حكينا عال love و like إنو plus verb زائد ing زائد الفعل ing لغو المصدر Love swimming Love writing reading and so on أو زائد النوم للإسم ويقصن هون المصدر للverb زائد ing بمثابة إسم a competition مسابقة equal a race مسابقة compete ينافس compete ينافس أو يصاب competed competed put يضع put put build يقشر و build يجي معناها قشر build build و build الفعل الحالي الثالث كمان تيجي معناها مقشر مثلا build orange برتقال مقشر بتيجي as adjective قصفة when يفوز won winner the person who wins we call him or here winner الفائز النوم تبع الperson أو someone lose يخصر lost loser the person who loses الشخص اللي بيخصر we call him or here loser من لون النوم تبع someone or person اسم الشخص في النوم النوم زلتير بتمر معنا an experiment تجربة الآن I use it نستعملها للإسماء للنوم النكيرة لإندفنت هي إبارة عن إندفنت أرتيكل أداة تنكير المبدوقة بفويل بحرف فعل للإسماء المبدوقة بفويل بحرف فعل an يعني one للقونسوننت إيش كنا دائما نستعمل a للمبدوقة بالفويل an إيش هم الفويل l-e l-i l-u l-o happy face an experiment يعني one experiment تجربة واحدة experience تجربة الأسماء المبدوقة بحرف ساكن يعني الحرف الساكن كل الحروف ما عادة لعلة نستعملها a yes an 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 orange كمان بتشبه يعني one orange oranges برتقال 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 singular and plural nouns an object I think I think an object I have do a build vowel an object and one object equal I think I'm up to a consonant I think I anyone objects equal things أشياء أكي أبرايز هي مبدو أبرايز أبرايز هارف ساكن أبرايز يعني وان برايز برايز جوائز جائز جوائز وين أبرايز يفوز بجائز أبواي ولد بوايز أولاد singular and plural nouns أرول مستر رولار مساطر مساطر singular and plural nouns بيل يقشر فير بيل بيل حكينا كمان بيل الفعل حالي تأتي أز أج جك تزي بيل أورانج برتقال برتقال مقشرة أبني البي بيل بيل كمان قشر بتيجي ذا لأورانج بيل قشر البرتقال أورانج بيل قشر البرتقال مستعمل كثير عندنا هنا رح يتكرر ضمانا هاي أورانج بيل البرتقال ميك أن أورانج فلوت يجعل البرتقال تطفو ميك ميد ميد ميك ميد ميد كل هاي الأفعال والآي راح ترمان إن شاء الله بالتكست يهب سو لذلك سو هاي أداة رابط أو لينك جود أو أداة وسائل إت كمس الموقع لإلها تأتي in the middle في المنتصف before it we have reason close قبلها جملة السبب and after it we have result close وبعدها جملة النتيجة حسن هيك تسميها من أدوات النتيجة it must be full يجب أن تتبع بالresult close بجملة النتيجة كي like what المصطرة مصنوعة من الود أو إنها تكون مصنوعة من البلاستيك يعني الخشبية أو البلاستيكية لأنه الود أو البلاستيك يكون light so it floats إنها تطفو yes so it floats it floats هي result المصطرة مصنوعة من الخشب هاي الرئيزن يعني because the ruler is mud of سبب أن المصنوعة من الخشب it floats لو ما بدي so بدي because because تتبع بسبب because the ruler is made of wood it floats كي أو the ruler is made of wood so it floats it's big إنها كبيرة it's big إنها كبيرة so it sinks لذلك إنها تغوص بدي أحكي it's big إنها كبيرة so لذلك it sinks هاي result close وهاي result close طيب لو أنا بدي أحكي it's big والنتيجة تكون unexpected result نتيجة غير متوقعة إن أحكي الإش كبير ومع ذلك أحكي عنه إنه يطفو يعني تكون النتيجة unexpected result في إشي رح نستعمله بدل السو بدل على التناقض اسمه شو اسمه لكن شو اسمه لكن يعني اسمه بط بدل السو إش من هود البط إنها كبيرة دائما كلمة إنها كبيرة النتيجة المتوقعة لإنها كبيرة إش بدها تكون بتغوص يعني توقع كمان إنها كبيرة إنها تكون هيفي أما مرات الإش بيكون كبير بس إش ماله لايت خفيف إذن إت بيج بد إت فلوت لكن إش مالها بتطفو أكيد إش بتكون هاي النتيجة الغير متوقعة بتكون كبيرة بس إش مالها اللايت خفيفة كي زي الرولة تكون كبيرة مثلا المصر إش بتكون سبق كبيرة بس إش بتكون مصنوعة إت إز ميل أو لاستيك أور إت إز ميل أو ود مصنوعة من البلاستيك أو مصنوعة من الود يا مصنوعة من البلاستيك أو den ود أو الخشا بتكون إش طبيعي إنها إش مالها اللايت خفيفة كبيرة واش بتكون خفيفة والاشياء الخفيفة ايش معالها فلوت بتطفو الهيفي اوبجيكت الاشياء التقيلة هي اللي سينك بتغوس كي يس لايت خفيف هيفي ثقيل هاي اجيكتف سوري هاي اجيكتف صفات كي سوري سيانس كومبتشن وصابقة المدرسة للعلوم تجربة ممتعة او ذات اهمية ممتعة او مهم تجربة ممتعة او مهم او ممكن احكي او 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 long form هاي short form الاختصار it is heavy انه ثقيل it is light انه خفيف it is small انه صغير it is big انه كبير يكلها اشمالها they are they are adjectives they are adjectives صفات كمان مرة it is heavy it is light it is small it is big كي ثقيل light خفيف small صغير big كبير طب لو بدك احكي عن اشي جميع احكي they are heavy they are light they are small they are big كي yes اللهم صلي على سيدنا محمد في سؤال اسمه what happens ماذا يحصل if you ماذا يحصل if you اذا انت put وضعت what happens ماذا يحصل if you اذا ابتضع نحكي عن اشياء repeated simple present كي اش الاشي اللي رح يحصل اعتبرنا انه مفرد كي الحدث اعتبرناه مفرد عشان هيك ضفنا للفعل اس مع اله والش والإذة والاسماء المفرد للفاكت والاشياء الحقائق والreated activities we add اس at the verb that follow he see it and singular nouns كي what happens ماذا يحصل if you put coin اذا ابتضع العملة or if you put ball الكرة اذا ابتضع الكرة or if you put crayon اذا ابتضع قلم التلوين or if you put ring الخاتم او الحلقة or if you put put او اذا ابتضع القارب ايش رح يحصل لو ابتضع القارب ننشوف ان بدي يضعهم or if you put plastic car السيارة البلاستيكية if you put paper الورق if you put wood الخشب if you put metal المعدل if you put glass balls الكرات الججاجية وان بدي يضعهم in water ماذا سيحصل هيسكرنا السؤال طب يلا نعمل كل واحد فيهم السؤال لحال عسل نعمل عليهم جمل خاصة بالconditional if ونفهم بعد شوية قاعدة ال if close اللي بال zero او zero conditional بحالة الصفر يلا stay with me what happens ماذا يحصل if you اذا ابتدع put coin اذا ابتدع العملة in water في الماء هلأ نجاوب عليهم كلهم what happens if you put ماذا يحصل اذا ابتدع البول الكرة in water في الماء what happens ماذا يحصل if you put اذا ابتدع الكريون قلم التلوين in water في الماء what happens ماذا سيحصل او ماذا سيحصل if you put اذا ابتدع ring الخاتم او الحلقة in water what happens ماذا يحصل if you put اذا ابتدع البوت القارب in water في الماء what happens if you put ماذا سيحصل if you put اذا ابتدع البلاستيك السيارة البلاستيكية in water what happens ماذا سيحصل if you put if you put paper الورق in water what happens ماذا سيحصل if you put الود الخشب in water what happens if you put metal metal المعدن in water what happens ماذا سيحصل if you put المتال او glass balls الكدات الزجاجية in water يلا نشوف كيف الجمل الف اللي هلا رح سيطلع معانا كلها هاي تمرين موجود لدينا بال unit 12 في عمنا اشي اسمه condition الف يعني اذا الشرطية في عمنا اشي اسمه closes of condition جمل الشرط كتير فكرته سهلة هاي الف في جملتين هيرا تربط بين جملتين بسموها من ادوات السبب الف ليه بسموها من ادوات السبب because it must be followed يجب ان تتبع بريزون close في بعضها جملة سبب الجملة التانية اسمها result close جملة النتيجة بسمو الريزون close بعالم الف بسموها الف close يعني جملة الشرط يعني الف close جملة الشرط والريزون close بسموها بعالم الف المين close يعني جواب الشرط يعني جواب الشرط ممكن انه يتم وضع الف بالمنطسر الريزون close بعدها تجي المين close قبلها الموجود عندكو هون according to your unit حسب اليونت الموجود عندكو هيك الشكل اللي الها والحالات الف close اكتر من الحالة الزيرو بس هلأ هم متناولين الزيرو احنا ما رح ندرس الا هي عشان نتقن ها كمان and it's so easy k you have if بعد جملة السبب هون جملة النتيجة هلأ رح ناخد كل الجمال الموجود باليونت about it ناخد كل الجمال الخاصة فيها وندرسهم عن الدفتر ونرجع ندرسهم على الكتاب so stay with me هلأ في عنا zero condition اللي هو الشرط في حالة الصفر او الاشي اللي سمنا بحالة الصفر لانه بستعمل ابسط حالي من حالات الازمنة طيب شو هي ابسط حالي من حالات الازمنة ابسط حالي من حالات الازمنة اسمها مضارعة بسيط هلأ كمان برضو بذكركوا فيها كمان مرة مع اني متأكدة انكم بتعرفوها وفي فيديو خاص فيها بالقناة اسمه simple present او مضارعة بسيط وادم نذكرها هلأ zero conditional انه جملة الشرط تكون بالsimple present وجواب الشرط كمان بالsimple present هي الحالة الوحيدة اللي جوابها ما بيحمل مضار خلص انها بتكون simple present simple present هي اكتر اشي we use it او الفنكشن اللي لها we use it for facts للحقائق واضفتها نستعملها لل facts الحقائق للأشياء الثوافق للrepeated events للاحداث المتكررة او repeated activities او الانشطة المتكررة more than once الاشياء اللي بتحصل اكتر من مرة للrepeated activities وال facts اكتر اشي والحقائق اوكي هي الحالة اللي رأكفنا نستعملها يلا تذكروا كيف الشكل simple present الحالة الاولى المدارعة البصير حالة الاولى الهائس هاي فعليا الاكتر اشي رح نستعمل لهم syncs و floats وهو syncs و float اساسا شو كانين syncs و float رح نستعمل syncs syncs نضيف لها الاس و float نضيف لها الاس يعني رح نستعمل حالة الاولى الها اس حالة الاولى بالانفينيتف without any addition هاي المدارعة البسيط شكله حالة الاولى نضيف للفعل اس وحالة الاولى ما منضيف للفعل اس بطا منضيف للفعل اس according to the subject حسب الفاعل اللي إله طبعا الفاعل يأما دكون بسم أو ضمير يأما اسماء مفردية يأما ضمائر مفردية يأما اسماء جمع يعني ما ضمائر جمع مع الهي والسي والأت مع الاسماء المفردة نضيف للفعل اس أو float تغوز أو تطفو ذي ويو وي آي والبلولر نونز مع الاسماء الجمع ويوز sync أو float حالة الاولى الها اس حالة ولماء الها اس هاي المدارعة البسيط حالة الاولى الها اس حالة الاولى ما الها اس ويها في سينك يغوز سانك سانك فلوتيت وفلوتيت فلوتيت هلا مدارعة البسيط الحالة الاولى كمان نريد نتذكر كيف طريقة هو بالأفيرماتيب هاي البسيط في طريقة بطريقة بلنفع يتذكر بلوه نستعمل لوه نستعمل لوه الضز بالنفي والسؤال واللي ما له اس نستعمل لوه بالنفي والسؤال طب يلا نذكر كمان مرة وننفيه he she it doesn't think doesn't float نرجع الفعل للمجرد عند استعمال does اللي نضيف عليها النار طب السؤال does he she it think does he she it float يلا يلا لما إلو كنا نستعمله إيش بالنفي والسؤال yes كنا نستعمله do بس تذكيري بالمضارع البسيط they you we are يلا بالنفي يلا نيجات with me don't think don't float السؤال do اللي بتيجي بالأول هيك طبيعة الشكل تبع السؤال do they you we are think do they you we are float شفت كيف إذن حالة أولى إلها s حالة أولى مع إلها s حالة أولى إلها s بنفيها بـ doesn't وبرجع الفعل للأساس بسأل عنها بـ does وبرجع الفعل للأساس حالة أولى ما إلها s بنفيها بـ don't الفعل already هو جاي بالإنفينيتي فورم بسأل عنها بـ do والفعل already جاي بالإنفينيتي فورم برضو كمان مرة هاي لنرد نذكرها هي شيئت بالنفي doesn't doesn't think أو float وبالنغатив فورم بالسؤال does he she it float أو sink يال اللي ما إلو اس 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 حالة أولى إلها s بنفيها بـ does تبرجع الفعل لأساس وبسأل عنها بـ does وبرجع الفعل لأساس حالة أولماء إلها is هاي الشاي فينها بنفيها بـ don't درجع الفعل لأساس أسرة أجريد هو جايب من أول انه stay in the infinity فورم بسأل عنه do زائد infinitive نفي don't عملة بيصير فيها بيصير فيها بتغوس لأنها هيفي صح الاشياء الهيفي ايش باش حكيت سينك ما حكيتش سينك لان حكيت اوبجيكتس جمع لانه ذي ما بياخد الاس هي والشي والات هي اللي بتاخد الاس يلا طلع كيفنا ننفيها دزينت سينك اكون دزينت سينك العملة لا تغوز بدي اسأل عنها دز اكون سينك دز اكون سينك هل العملة تغوز طبعا معلومة انه العملة لا تغوز هاي المعلومة خاطئة بس النفي غريقتنا بالنفي صحيحة لانها اجمالها كان عن الكون سينك هي بتغوز لانها هي هيفي لانه الكون اكون اس هيفي لانها ثقيلة هلاء الكون زى ابارة عن جمع سينك لو بدنا نعملها بالنيجاتي فورم كونز لانها ابارة عن دي دونت سينك هاي الفعل اللي ما الوي اسم لنفيه بدونتو نسأل عنه بدون نظر هي تذكيره بالمحدود البسيط، هاي هي والشي والإدت الفعل إلو اس والذي ولي وتلوي والآرب الفعل بالإنفنية تفور اللي إแลلة ستستعين في بالضغط بالنفي والسؤال واللي ما إله إلا ستستعين في بضوء النفي والسؤال. الزائف الفعل بالإنفينيتف. اللي إلو إس استعنا بالدس بالنفي والسؤال. واللي ما إلو إس استعنا بالدو بالنفي والسؤال. اللي إلو إس استعنا بالدس واللي ما إلو إس استعنا بالدو. الله ما صلى الله سيدنا محمد. I put an orange in the water. يلا نعمل جمل الف شوف كيف شكلها هاي الجمل كلها موجودة عنا بالتكست ما جبت اي جملة من عندي اف اي بوت ان اورانج لو انا بضع الورانج ان دو ووتا شو بصير فيها اتي فلوكس هاي جملات السبب هاي سمبل بريزيند سمبل بريزيند احطوا شغلي كيف مع الاي الفعل ما اخد الاس اي بوت مع الاي الفعل احد الاس اذا بضع الان اورانج ان دو ووتا بي الماء اتي فلوتس طب ليه انو الورانج اي لايت خفيفة اي اش لايت هو الخفيف اللي بي فلوتس بيطفو اي بيلة اورانج هلا لو منا نقشر الورانج اتسنكس بتغوص ليه موجودة عنا الفكرة بالتكست الموجود عندنا هون ايش السبب ان لو قشرناها اي بيلة اورانج اذا بقشر سمبل بريزيند سمبل بريزيند كله مع الاي الفعل ما اخد اس مع الات اخد اس الهي والسي والات والاسماء المفرد الفعل ندفلو اس بمدارع البسيط الزي والي والوي والاي الفعل بيجي بالكينفينتف فوم ندفلو اس بمدارع البسيط طب ليه لما قشرنا البرتقال يصارت اس بتغوص الورانج بيل القشر تبع البرتقال هاز يعني اونز يعني كونتينز بيحتوي على اير ان ات بيحتوي على هوا اجوات ولما بيحتوي على هوا اجوات بخليها تصير لايت شو بخليها تصير لايت فعشان هيك هي بتطفو اذا قشرناها بطلت لايت صارت هيفي شو صارت هيفي هلا الورانج بيل في عنا قشر البرتقال في عنا في هوا ان ات this makes the orange floats هذا الاشي بخلي البرتقال يسمع لها makes the orange floats تطفو اكي هيا الفكر شايفين ها the orange peel has air in it قشر البرتقال بيحتوي على هوا في داخله this makes هذا يجعل الورانج floats يجعل الورانج و floats تطفو اكي اما لما بدنا نجح نقشرها it sinks بتغوس اكي yes yes stay with me if i put the coin in water برضو المدارع بسيط كله هاي first condition قاعدة الف simple present simple present لو بنا نضع العملة بالواتر it sinks انها بتغوس ليش لانه why لانه because the coin is made of بالمثال لانها العملة مسموعة من المعدن والمعدن اي شماله صحيح انها الكوين small اي شمالها heavy it's small but it's heavy small and heavy هي صغيرة وثقيلة كي من المثال is heavy can the heavy things الاشياء الثقيلة اي شمالها sink if i put the ruler in water it flows اذا انا بضع المصطرة بالماء اي شمالها تطفو why طب لماذا the ruler is made of plastic or wood هلا المصطرة مصنوعة من البلاستيك او الخشب البلاستيك والخشب طبعا light كون كبيرة صحيح it's big but it's light لكنها اي شخفيفة بلاستيك والوود or light if i put if i put i put the ruler اخد الفعل بس هلا we have if i put the coin اذا بضع العملة in water in water في الماء if i put the car اذا بضع car السيارة in water في الماء metal car طبعا السيارة المعدنية غير عند plastic car او wooden car السيارة الخشبية او البلاستيكية if i put اذا انا بضع the glass bowl الكرات الزجاجية if i put the metal if i put اذا بضع المتال keys المعدن او المفاتيح المعدنية or if i put the ring اذا بضع الخاتم او الحلق in water طبعا الاشي المفرد شو حكينا عنه منحكي عنه it sinks لو كان منحكي عن اشي جميع they sink they sink يلا نعمل انا وياكو جمال نكون yes if i put the coin اذا بضع العملة in water شو بصير الجواب هاي نحط القمى الفاصلة it sinks انها طوص if i put the coins بدا خط عملات بقدر بقدر يلا نعملها جماع if i put the coins اذا بضع ال coins in water في الماء بحكي they sink انها طغوس من ال coins تكون من المتال coins are made of metal مصنوع من المتال المتال is heavy المتال اشمع له heavy if i put the metal car اذا بضع السيارة المعدنية in water في الماء شو بصير فيها it sinks it sinks طب يلا نغير اللي المتال car نعملها plastic car if i put the plastic car in water it floats تطفو if i put wooden car لمن نضع السيارة الخشبية in water it floats تطفو لانو البلاستيك والود are light وزنها خفيف if i put if i put the glass balls الكرات الزجاجية اذا بضع الكرات الزجاجية in water في الماء شو رح يصير فيها الكرات الزجاجية they sink انها طغوس لانو الزجاج اللي glass اش حكينا عنه البلاست هيفي ثقيل if i put the metal اذا بنضع المتال in water it sinks بغوس it sinks غوس if i put the metal keys المفاتيح المعدنية in water لانها جمع they sink لو مفتح واحد the metal key it sinks it sinks it sinks يلا if i put the ring اذا بضع الخاتم in water it sinks طب يلا نعملها جمع if i put the rings لو بضع الحلقات او الخواتم الجمع in water they sink سو حكينا لانو الهيفي اوبجيكتز الاشياء الثقيلة they sink light objects الاشياء الخفيفة they float بتطفل yes if i put لو انا بضع wood الخشب او البلاستيك او الpaper الورق او الرولر المسترة in water في الماء شو رح يصير فيها it floats او they float على الجمع اكي يلا نعملها احد منها if i put wood if i put wood اذا انا بضع الخشب in water it floats beautiful if i put plastic اذا بضع البلاستيك in water it floats beautiful if i put paper in water in water it floats if i put ruler if i put ruler in water it floats المسترة yes wood plastic paper ruler are light وزنهم حفيف so they float they float yes yes let's move to our book now move with me keyna page 60 yes be with me let's do an experiment هيا نعمل او هيا نقوم بالتجربة listen and read استمع وقرأ if i put this coin in water اذا بدع هاي العملة in water it sinks انها تغوص but a ruler floats لكن المسترة تطفو why لماذا the coin is made of metal العملة مسنوعة من المعدن so لذلك it sinks انها تغوص it's small and heavy انها صغيرة وثقيلة it's or it here refers to the coin okay yes the ruler is made of wood المسترة مصنوعة من الخشب حكينا عن الخشب انه light خفيف so لذلك النتيجة it floats انه يطفو it's big but it's light انه هو كبير لكن اسماله it's light انه خفيف again i'm sorry if i put this coin in water اذا بضع هاي العملة بالماء it sinks انها تطفو but a ruler floats لكن المسترة but a ruler floats that's why the coin is made of metal العملة مصنوعة من المعدن the coin is made of the coin is made of metal العملة مصنوعة من المعدن so it sinks لذلك تغوس it's small and heavy هي صغيرة وثقيلة the ruler is made of wood المسترة مصنوعة من الخشب so it floats انها تطفو it's big انها كبيرة but لكن it's light انها خفيفة it refers to the ruler yes let's move to the second paragraph i'm sorry that's right ذلك صحيح well done حسنتم سنعان بويز يا اولاد this week هذا الاسبوع there is a school science competition هناك مسابقة للعلوم في المدرسة you must do an interesting experiment يجب ان تقوموا بتجربة ممتعة وهمة to find out لتكتشفوا يعني to discover about how or objects that sink عن الاشياء اللي sink طالع ما استعمل للsink is ولا للفلوت لانه objects جمع عبارة عن they عن الاشياء التي هي relative pronoun that that الاشياء التي sink تغوث او تطفو the prize الجائزة is this science book هذا الكتاب العلم الجائزة عبارة عن great عظيم i love competitions احب المسابقات كريم me too وانا ايضا yes ليلى what happens هلا خلقناهم الجمل هاي وعملناهم what happens ماذا يحصل if we put an orange in water ماذا يحصل لو وضعنا برتقالة in water look it floats انها تطفو but what happens if we peel the orange ماذا يحصل اذا قشرنا ال orange does it still float هلا تزال تطفو let's find out هيا او دعنا نكتشف طلع let's see plus infinitive زائد فعل حالي ولا مجرد لا suggestions للاقتراحات if i put an orange in water لو وضعت هاي البرتقالة بالماء الآية عايدة طبعا or refers to علي it floats انها تطفو it refers to an orange but look لكن انظر if i peel the orange لو انا بقشر البرتقالة it sinks انها تغوص why does this happen لماذا هذا يحصل علي the orange peel قشرة البرتقالة has air in it بتحتوي has تحتوي على air in it وتحتوي على هواء داخلها this makes the orange هذا يجعل البرتقالة float تطفو hi makes زائد المفعول به زائد الفعل حالي الاولى مجرد well done احسنت صنعا علي you have won hi present perfect the competition انت فزت بالمصابقة هاف زائد الفعل حالي الثالثة للاشياء اللي حصلت تتاو already here is your prize تفضل جائزتك اليور كمان عائد عالميين على علي it refers to علي now i want to read without the translation let's do an experiment listen and read mr yusuf if i put this coin in water it sinks but a ruler floats why the coin is made of metal so it sinks it's small and heavy the ruler is made of wood so it floats it's big but it's light the second paragraph mr yusuf that's right well done boys this week there is a school science competition you must do an interesting experiment to find out about objects that sink or float the prize is this science book great i love competitions that means me too the third paragraph what happens if we put an orange in water look it floats but what happens if we peel the orange does it still float let's find out the last paragraph roughly the fourth one if i put an orange in the water it floats but look i peel the orange it sinks why does this happen ali the orange peel has air in it this makes the orange float well done ali of one a competition here's your price yes move with me to bear 61 look and see if you put metal if you put metal in water it sinks if you put metal in water it sinks in water and if you put plastic in water it floats in he hell why did we spell it الأشياء الثقيلة ايش هكينا عنها sink الأشياء الثقيلة sink الأشياء الثقيلة light objects الأشياء الخفيفة float اكي اجيان اجيان المعدان يغوز الخشاب الخشاب floats بيتفو if you put glass in water اذا بتضع الزجاج in water it sinks الغوز if you put plastic in water اذا بتضع البلاستيق in water it floats if you put paper in water اذا بتضع الورق بالماء it floats انه يطفو again if you put metal in water it sinks say with me if you put wood in water it floats if you put glass in water it sinks if you put plastic in water it floats if you put paper in water it floats yes move with me to exercise number three ask and answer نفس المبدأ قبل شوية مناه مع الدفتر what happens ماذا يحصل if you put the coin in water ماذا يحصل اذا منضع العملة بالماء it sinks it sinks انها تغوص لانه حكينا العملة اشمالها هيفي what happens ماذا يحصل if you put the boat in water ماذا يحصل اذا بتضع القارب في الماء it floats انه يطفو لانه نبين علي القارب انه من البابر it is made of paper مصنوع من الورق والبابر is light صحه يس يلا نعمل جمال عليهم اسئله واشو بي ask and answer let's ask and answer يلا نسأل ونجاوب what happens يلا على الصورة الاولى what happens if you put the coin in water ماذا يحصل لانتضاع العملة بالماء it sinks what happens if you put the coin in water it sinks يس يلا على البول الكرة من البلاستيك طبعا الكوين من المعدن من المتال هاي البلاستيك تنحكي عنها light what happens if you put بدل الكوين ايش نحط the ball what happens if you put the ball in water الكرة في الماء شو رح يسير بالكرة بدل it sinks شو نحكي عن الكرة it floats it floats يعني البلاستيك is light خفيف yes what happens ماذا يحصل if you put the the crayon اللي هو قلم التلوين in water ماذا سيحصل لو تم وضع قلم التلوين in water it floats beautiful in light خفيف كل مصنوع من البلاستيك على الأغلب أو من الود الخشب what happens if you put the ring ring من المتال من المعدن صاح what happens if you put the ring in water it sinks رح يغوس ليس المتال is heavy ثقيل what happens if you put the paper boot اللي هو القارب الورقي is light خفيف اكيد انه رح يطفو الكار هاي مصنوع من المعدنة فكرة هاي متال كار what happens if you put the metal car in water ماذا سيحصل لو انه منضع المتال كار بيق الماء it sinks اكيد انها تغوز لانو المتال حكينا عنو is heavy metal is heavy again yalla ask and answer with me what happens yalla بدون من اطلع عليهم what happens if you put the coin in water it sinks what happens if you put the plastic ball in water it sinks or it's long it floats انها تطفو اللي بلاستيك تطفو what happens ماذا يحصل if you put a crayon in water it floats انه يطفو what happens if you put ring in water it sinks يغوس what happens if you put paper boot in water it sinks انها تغوز again yalla again ask and answer with me what happens if you put the board in water yalla نعمل عليهم اسئلة what happens if you put the board the coin in water what what happens if you put ball in water what happens if you put crayon in water what happens if you put the ring in water what happens if you put the paper board in water what happens if you put the metal car in water ask with me again ask without answering بدون اجابات just ask yalla بس نسأل what happens if you put the coin in water what happens if you put the the plastic ball in water what happens if you put the crayon in water what happens if you put the the ring in water what happens if you put the paper board in water what happens if you put the metal car in water ask with me again ask with me again yalla ask what happens ask with me what happens if you put the the coin in water what happens if you put the coin in water what happens if you put the Ask again, yalla, again, 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 ask with me. What happens if you put the metal car in water? The answer here, it sinks. Honee rach tgoos. Because it is made of metal. L'inha mcenuwa minal maadan. And the metal is heavy. Almaden thakil. The answer honee rach yykon. It floats. Innaha tattfu. Why? Because it is made of plastic. L'inha mcenuwa minal plastic. And the plastic is light. L'plastic khafif. Here, it floats. Why? Because it is made of wood. L'inha mcenuwa minal khashab aw liplastic. And wood or plastic. So, hakiyna anha mcenuwa minal light. Khafif wajinha mcenuwa mcenuwa minal. Hi, ring. Yes, it sinks. Why? Because the ring is made of metal. and the metal is heavy. Nuh, el metal thakil. It sinks. Nuh, hatahooz. Hone, el paper boat. It floats. Nuh, yetfoo. Why? Because the paper boat is made of paper مشنوع من الوراق The paper is light, the paper حفيف Flots The last one It sinks إنها طغوس Why? Because The metal car is made of metal And the metal is heavy So it sinks إنها طغوس أخر إشي إنه نقدر نحكي إنه الهبي ثانج والهبي أبجيكت الهبي أبجيكت sink بتغوس بالماء الهبي أبجيكت الأشياء الخفيفة float Okay Yes Stay with me Move with me to the old activity book The colorless one Beige 57 Let's do an experiment نفس الأفكار اللي أخذناها قبل شوية Complete and match أكمل وصل أوفق Listen استمع and check دقق أو تفحص This rule is made of wood هاي المصطرة مصنوعة من الخشب طبعا في عنا هون في مادة الأوديو سكريبت النص السماعي أو في مادة السماعية موجودة عناه قبل هيك خلينا نقرأ المادة السماعية الموجودة Stay with me هيكت بتبقيها على دكتوري بطريقة سهلة على الأربع جمل الموجودة اللي هون الأوديو سكريبت أو النص السماعي This ruler is made of wood هذه المصطرة مصنوعة من الحشب If we put it in water لو نضعها بالماء It floats رح تطفو ليه حكينا لأن الwood is air Light خفيف This coin هذه العملة is made of metal مصنوعة من المعدن If we put it in water لو نضعها بالماء It sinks لأنها تغوص لأننا حكينا عن المعدن is heavy أقيل تالتي This is an orange هذه برتقال If we put it لو منا نضعها in water في الماء It floats إنها تطفو كي لأنها light Let's peel the orange هيا نقشر البرتقال If we put it in water هلا بعد ما قشرناها بتصير اسمها The peel orange اللي هي البرتقالة المقشرة لو نضعها بت In water It sinks رح تغوص وحكينا إحنا السبب قبل شوي لما قرأنا بالcolorful book here هاي اللي إلها هون I'm sorry The orange peel has air in it لأنه قشر البرتقال موجود هواء في داخله This makes the orange float وهذا بيجعل البرتقالة float تطفو كي يس نجعل الكتاب لأنه The ruler is made of wood هلا المصدرة according to the audio script حسب الaudio script اللي قرأنا هون إنه The ruler is made of المصدرة مصنوعة من الخشب D The coin is made of metal العملة مصنوعة من المعدن C C This is an orange هذه برتقالة B B Let's peel the orange هيا قشر البرتقالة A A هلا نشوف شو علاقتهم بالماء يلا Be with me If we put it in water اللي هي البرتقالة المقشرة اللي هي من A نجيب الجملة من A لو منا نضعها بالماء شو رح تصير فيها حكينا It sinks رح تغوص If we put it in water الآن أورنج العادية اللي مش build Not build إذا من نضع البرتقالة in water It floats إنها ستضفو If we put it in إذا من نضع العملة بالماء الووتر It sinks إنها تغوص طبعا الترقيم من ونجبنا A الخاصة بأربعة والB الخاصة بثلاثة والC الخاصة بثنين والD الخاصة بواحد حسب الأرقام الموجودة هنا والسور The last one If we put it اللي هو الخشب الود إذا من نضعه بالووتر It floats إنه يضفو هلها رقم واحد هلها رقم واحد Yes Again Again If we put it in water اللي هي البيلد أورنج إذا من نضع البيلد أورنج البرتقال اللي المقشرة بالماء It sinks إنها تغوص If we put an orange in water اللي نضع الان أورنج البرتقال اللي نطبيلد الغير مقشرة It floats سوف تطفو If we put coin إذا من نضع العملة in water It sinks إنها تغوص If we put it in water اللي هو الخشب إذا من نضعه in water في الماء It floats إنه يطفو كي يس استعملنا طبعا بالفلوت يطفو متال معدن 5 يغوص الود الخشب بيل يقشر أورنج أو قشر بيجمعناها وحكينا الأورنج البرتقال موفو ذمي و اكسرسايز دمبرتورا عيد اكتب كتبينهم بطريقة غير مرتبة إحنا You want to order ذي من نرتبهم جراماتيكالي يكونوا correct صحيح شكل صحيح or correctly هلا ال-F بالأول F تكتبها بالكابيتل بعدين الفاعل If you put a ruler إذا بتضع المسر in water في الماء It floats حتنا القمى بعدين It floats هلا تبناهم If you put إذا بتضع a coin العملة in water في الماء It sinks إنها تغوز نفس الجمل اللي هلا أخدناهم If you put إذا بتضع an orange البرتقالي in water in water في الماء It floats إنها تطفل If you put a coin إذا بتضع العملة in water في الماء It sinks إنها تغوز If you put an orange in water إذا بتضع البرتقال in water It floats إنها تطفل لو كانت البرتقالي build orange شو حكينا معا عنها Sinks بتغوز Again Again If you put a ruler in water It floats If you put a coin in water It sinks The last one The third one If you put an orange إذا بتضع an orange برتقال in water It floats Yes Yes Move with me to exercise number three Read and write أقرأ واكتب What happens ماذا يحصل if you put a glass in water كتير قبل شوية منهم الجمال بالكتاب الكولورفل الملون If you put a glass in water إذا بتضع الزجاج بالماء It sinks إنه يغوز What happens if you put paper in water ماذا يحصل إذا بتضع الورق في الماء If you put paper in water It floats إنه سوف يطفو What happens if you put wood in water ماذا سيحصل if you put wood in water إذا بتضع الخشب في الماء رحبتوا كيف الجمال Simply present Simply present If you put wood in water It floats إنه سوف يطفو What happens ماذا سيحصل If you put metal المعدن إذا بتضع المعدن في الماء If you put metal in water It sinks إنه يغوز What happens if you put plastic in water إذا بتضع لبلازت في الماء If you put plastic in water It floats إنه يغوز قبل شوي حكيناهم الجمال هاي Yes thank you for your listening and have a nice day ترجمة نانسي قنقر